الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الظالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أفل بيت ينهغ علي الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بيناتهم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله عني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عفاجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله بفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تقولن إلا بأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفاح فراط من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاختلفوا من بعد ما جاءهم البجينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيغوا وجوه وتسبدوا وجوه فأما الذين سبدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيغت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماء باتبا ما في الأرض فإلى الله ترجع الغمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون بأكثرهم الفاسقون لن يغروكم إلا أذى بإن قاتلوكم يبلوكم الأذبار ثم لا ينصرون أوربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله بحبل من الناس وباءوا بغغب من الله فهربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما عصوا فكانوا يعتدون ليسوا سباء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل فهم يسجدون يؤمنون بالله باليوم الآخر فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من غيرين فلن يكفرهم الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطنة من دونكم لا يألونكم حبالا بدوا ما عنتم قد بدت البغاء من أفاههم فما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم فتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظهم إن الله عليم مداد الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصغبكم سجئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهل كتب في المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت قائفتان منكم أن تفشل بالله وليهما وعلى الله فليتفكر المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسببين